الرئيس العالمي أردوغان وهو بنصبوه أفضل رئيس في العالم بنسبة 79% طبعا الإخوان هيختاروا مين؟ هيختاروا كابيرهم أو مرشدهم الأعلى لكن أنا بقول ممناسبة نهاية العام عندي زميلي عاملين لي حصاد تركيا من القمع خلال عام 2020 يعني همر سريعا لأنه ده عايز حلقة بفيديوهات بس أنا همر لحضراتكم مران سريعا عندي 292 ألف مواطن تركي صدرت بحقهم مذكرات اعتقال بتهمت الانتماء لحركة الخدمة عندي 96 ألف مواطن تركي اعتقلاتهم قوات الشرطة التركية بتهمت الانتماء لجماعة فتحالة جولن عندي 25 655 مواطن تركي صدرت بحقهم أحكام بالسجن المشدد بتهمت تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم لجماعة جولن كام 25 ألف سنة 2020 بس عند 102 ألف عملية أمنية نظمتها وزارة الداخلية ضد أضاء الجماعة 76 منها عمليات كبيرة و307 متوسطة ونظمت القوات 99 ألف عملية بالقرى الريفية و2900 عملية بالمدن الكبرى في 2020 في 809 مواطن تم تصفيتهم بدريع تصفيت الإرهاب في عمليات أمنية للشرطة التركية ضد حركة الخدمة 909 مواطن تركي تم تصفيتهم خارج إطار القانون كم؟ 809 مواطن فين هيسم هو خليل؟ فين حمزة زوبع؟ فين الصحفيين والإعلامين الإخوان وجزيرة؟ فين؟ 909 مواطن تركي تم تصفيتهم بسلاح رجال الشرطة خارج المحاكم خارج إطار القانون فين منظمات حقوق الإنسان؟ سلم لي عليها 67 ألف عملية أمنية تم تنفيذها بمؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة حيث تمت مدهمة منازل العاملين بتيكة المؤسسات 76 ألف عملية التهمة الثانية الانتماء لحزب العمالي كردستاني مع الأكراد عمل قليل مع الأكراد 115 ألف عملية اعتقال شنتها وزارة الداخلية ضد مواطنين أتراك بزعم انتماءهم لحزب العمالي كردستاني 1105 مواطن قتلوا في عمليات نظماتها وزارة الدفاع والداخلية ضد حزب العمال منهم 102 ثابت انتماءهم للحزب واضلهم في جراء مرهابية بينما البقية قتلوا فورا صدور شبهات جنائية ضدهم بقتلهم خارج إطار القانون إهانة الرئيس تهمة زي ما بيقولوا تكبد الأتراك غرامات وأعواما من السجن وفقا للمدى 299 من قانون العقوبات التركي تصل مدة سجن من سنة إلى 4 سنوات بتهمة إهانة الرئيس خلال عام 2020 حاصلت المواطنين الذين تكبدوا غرامات أو سجنوا بهذه التهمة كالآتي 36 ألف مواطن خضعوا لتحقيقات بتهمة إهانة الرئيس 36 ألف واحد راح اتحقق معاهم 3331 مواطن صدرت بحقيم أحكام بالسجن خلال عام 2020 3 ألف مواطن أكبروا على دفع مبالغ مالية ضخمة بتهمة إهانة الرئيس 5233 مواطن تركي تمت محاكمتهم بالتهمة ذاتها عام 2018 ارتفع هذا العرض في عام 2019 لصل 12298 الفصل تعسفي من الخدمة ده كان سلاح أردوغان لتطهير مؤسسات الدولة زي ما بيقولوا 151 نائب منتخب 151 عضو مجلس نواب تم فصلهم تعسفيا من مناصبهم برئاسة البلدية التابعة لأحزاب المعارضة 73 رئيس بلدية معارض منتخب تم اعتقالهم 42 ألف مواطن تم فصلهم من عملهم بزعم دعمهم لحزب جولن 14 ألف مواطن تم وقفهم عن العمل بالتهمات تتعلق بالتواصل مع أعضاء حركة جولن التعذيب في سجون أردوغان المعتقلين والانتهاكات الموجودة ارتفع على الضحايا المعتقلات التركية نتيجة الإهمال الصحي إلى 88 خلال عام 2020 ماتوا من بينهم 20 مصاب بفيروس كورونا ماتوا في السجن وسجلت سجون التركية 1289 حال التعذيب وسوق معاملة بحق المعتقلين خلال عام 2020 تعرض 728 شخص تم اعتقالهم في يوم واحد يوم 18 فبراير لانتهاكات قاسية وتعذيب مبرح من قبل شرطة أنقرة قبل الإفراج عنهم سجلت تركيا 483 حالة انتهاك بحق المعتقلين في إطار سوق المعاملة من قبل ضباط الشرطة و 78 حالة منها تندرج تحت بند حواليس التعذيب في مجال حقوق الرأي والتعبير رصدت المنظمات الحقوقية المحلية التركية والعالمية 1040 حالة انتهاك ضد حرية التعبير سواء اعتقالات أو إيقاف عن العمل أو تهديد أو غرامة مالية و 502 حالة منها ضمن انتهاكات حقوق حريات الفكر والتعبير تضمنت الانتهاكات اعتقال أحد الصحفيين واحتجاز ثلاثة آخرين والتحقيق مع 12 صحفي والهجوم على آخر وتم اعتقال 8 صحفيين والحكم بالسجن والغرامة على 15 آخرين بجانب وقف أربعة صحفيين عن العمل وفتح تحقيقات قضائية مع خمسة والاعتداء على الصحفي خلال عام 2020 انتهاكات حقوق المرأة في تركيا بمعدل جريمة كل 15 ساعة تعاني النساء في تركيا من اضطهاد وعنف تحت حكم أردوغان بداية من معاناة العنف المنزلي الأزواج مرورا بالتحرش والاقتصاب وصولا لحاملات الاعتقال الواسعة التي ضمت أعدادا كبيرا من المتظاهرات فضلا عن استهداف الناشطات والمنظمات النسوية شهد معدل ضحايا العنف ضد المرأة في تركيا ارتفاعا غير مسبوك خلال عام 2020 بنسبة 33% عن العام السابق تقدمت نحو 560 امرأة بشكاوى إلى الحكومة وتعرضت 21% منهن لانتهاك من قبل الموظفين العموميين 482 امرأة قتلت على يد رجال 482 امرأة قتلت في تركيا عام 2020 97 امرأة تعرضت للتحرش الجنسي 53 امرأة تعرضت للاختصاب المباشر 607 امرأة على الاقل اجبرنا على العمل بالبغاء ما لا يقل عن 493 امرأة تعرضنا للعنف من قبل الرجال خلال العام 715 امرأة تعرضت للعنف والقهر وسط تراخي حكومة العدالة والتنمية من اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف العنف ضد المرأة 26% من الضحايا كنا ممن تقدمنا بطلبات للحماية تعرضنا للعنف من قبل ازواجهن 86% من النساء المتوفيات قتلنا بالرصاص في منازلهن 18 عضوة بجمعيات حقوق المرأة تقدمنا باستقالات جماعية بسبب انتهاكات من قبل زملائهن بحزب العدالة والتنمية تعرضت نساء تركيا للطهادات عديدة في مجال العمل خلال العام بسبب هيمنة الذكور على ساحة القضاء فحيث يوجد في تركيا 20.629 من القضاء والمدعين العامين تشكل النساء نسبة 35% قائمة بعرض الضحايا 27 امرأة خلال شهر يناير 22 امرأة خلال شهر فبراير 29 امرأة خلال شهر مارس وصولا الى 29 امرأة خلال شهر نوفمبر اعتقالات النساء وقمع المعارضات معلش الموضوع طويل بس ده يعني انا مختصر جدا بنهاية 2020 ارتفع عرض النساء المعتقلات في سجون تركيا الى كام في 18 الف امرأة داخل سجون تركيا اعتقالات بقى حدثت في 16 و20 الى اخره في 44 امرأة من ضمنهن الرئيس الفخري لبلدية سلفان نشيدة طبرات والصحفية عائشة كارا وقيانات نسائية من منظمة حقوق المرأة موجودين في المعتقل حتى الان في خمس رموز من المعارضة التركية تعرضنا لتهديدات بالاغتصاب والخطف تحت تهديد السلاح بسبب ارائهن السياسية قانون العفو عن مرتكب جرائم الاغتصاب ده كل من تعرض لإقتصاب امرأة ودخل السجن خرجوا مع ازمة كورونا لانهم اعضاء في حزب العدالة والتنمية اجبار النساء على ممارسة الضعارة 670 امرأة 155 سيدة قتلت بسبب رفضهن ممارسة البغاء واطفال تحت المقصلة فيه 300 طفل داخل السجون و308 طفل عندهم احكام قضائية والاعتداءات الجنسية على الاطفال وصلت الى ارقام في 202689 حالة واخر حاجة الموضوع اللي شرحت لكم بارع بتاع 30 فتاة من الفتيات تم تعريتهم في 30 فتاة تم تعريتهم من ملابسهم الداخلية أسنا pipyczآن اشتركوا في القناة